موسيقى السلام عليكم دخل العالم العربي مرحلة جديدة ارتبطت بموجة الاحتجاجات وثورات التي اشتاحت العديد من البلدان العربية المطالبة بالتغيير من قبل شريحة الشباب واستعمالهم وسائل اعلامية حديثة للتواصل والتنسيق فيما بينهم ما كانت اجهزة الامن الرابضة على صدور الشعوب معرفة كيفية التعامل معها وفي مقدمتها شبكات التواصل الاجتماعي والتي وجد شباب الوطن العربي منفذا للتعبير عن امالهم وطموحاتهم ورغباتهم في التغيير ان صعود نجم شبكات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر وغيرها من شبكات التواصل الافتراضية الحديثة فتحت الابواب على عدة اسئلة ما الدور الذي لعبته وسائل التواصل الحديثة في ثورات الربيع العربي؟ هل اسهم الشبكات التواصل في اعادة حسابات الحكومات العربية في اليات التعامل مع تقنيات الاتصال الحديثة؟ كيف ساهم الشبكات التواصل في عملية الحراك السياسي والثورات العربية؟ هل ادت دورها في ازاحة الخوف السياسي وكسر الصمت الاعلامي المطبق على الرأي العام؟ وهل كانت العاملة الحاسم في انجاح الثورات والاحتجاجات؟ هذه المحاور وغيرها سنبحثها في برنامج حديث العرب لهذا الاسبوع والذي يحمل عنوان وسائل التواصل الاجتماعي واثرها في بلورة الفكر السياسي لدى الشعوب العربية حيث سيكون معنا ضيفا في الاستوديو الأستاذ أمجد جبريل الباحث والمتخصص في شؤون العربية والإقليمية أستاذ أمجد مرحبا بكم وكذلك نرحب للأستاذ نبيل عودة المتخصص في شؤون الدولية وسياسات الانترنت أستاذ نبيل مرحبا بكم شرفتم وقبل البدء مشاهدين الكرام قبل البدء في النقاش ندعوكم لمتابعة هذا التقرير أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي متغيرا رئيسا في آليات الحراك العام في العالم العربي بفعل ربطها بسرعة هائلة بين شعوب هذه المنطقة ومساهمتها الواضحة في صناعة وعي وطني وقومي مختلف ومتقدم لدى هذه الشعوب فأضحت هذه المواقع إعلاما بديلا يمارس النقد للسلطة وممارساتها ويطلق أفكارا وأساليب وطرق جديدة للتفاعل والاهتمام بالقضايا العربية المصيرية المشتركة لتكون عاملا مهما في تهيئة متطلبات التغيير العام لا سيما السياسي عن طريق تكوين الوعي الجمعي عند الشعوب العربية وهو ما تجلى في توظيف هذه الوسائل في الحركات الشعبية الاحتجاجية ضد الأنظمة الاستبدادية وكسر احتكارها للمعلومات وهكذا مثلت هذه الوسائل عامل ضغط على المسؤولين والحكومات من خلال اتحاد مجموعات من الأفراد حول أفكار وآراء متماثلة وهو ما أدى إلى إثراء المجتمعات العربية فكريا وسياسيا وتصاعد وعيها بحقوقها وواجباتها وتطلعها إلى التحول السياسي والديمقراطية في تلك الدول بعد عقود طويلة من الاستبداد السياسي والفساد العام يمكن القول إن هذه الشبكات الاجتماعية أكدت على أمر بالغ الأهمية وهو أن هذه الشعوب هي مصدر الشرعية السياسية تمنحها لمن تشاء وتنزعها ممن لا يستحقها وهي شعوب حية ويقضى وإن خضعت لعقود من الظلم والاستبداد السياسي ورغم محاولات السلطة تقييد وملاحقة وسائل التواصل الاجتماعي وخنقها إلا أن واقع الحال يقول إن هذه المحاولات انتهت إلى الفشل وما زالت وسائل التواصل عاملا مؤرقا ومزعجا للسلطة وقواها الأمنية إذن مشاهدين الكرام لمن فاتت المقدمة نناقش في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حديث العرب وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها في بلورة الفكر السياسي لدى الشعوب العربية أبدأ معكم أستاذ أمجد يعني بداية ما الدور الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي وكيف ساهمت في عملية الحراك السياسي خاصة في ثورات الربيع العربي أعتقد أنها لعبت دورا مهما خصوصا في بداية الثورات العربية خصوصا أن النظم العربية هي أصلا من طبيعة استبدادية ومغلقة جدا من ناحية الإعلامية ولم يكن هناك مساحة كبيرة لحرية الصحافة يعني ربما مثلا إذا حدث اعتقالات لصحفيين أو حتى ناشطين حقيين ربما لا تسمع بالخبر في الإعلام الرسمي وتبحث عن وسائل الإعلام الدولية حتى تسمع عن الخبر على عكس ما حدث مع الثورات العربية حيث مثلا كان هناك صفحات مهمة جدا في مصر مثلا زي صفحة كلنا خالد سعيد التي يعني صلطت الأضواء على انتهاكات الأمن المصري في التحقيق أحيانا مع بعض الناشطين السياسيين وهذا خالد سعيد قتل تحت التعذيب يعني وما صنع إلى حد كبير حالة من الزخم واستجابت الناس لفكرة التحرك في الخامس والعشرين من يناير الذي يزامن أيضا عيد الشرطة المصرية وهو اختيار ذكي وعبقري لإحراج الشرطة المصرية بأن لا تقمع المتظاهرين السلمين الذين يطالبون بحقوقهم لا شك أن وسائل الإعلام الاجتماعي تويتر فيسبوك إلى آخره يعني تعمل وظيفة حشد تعمل وظيفة تعريف وظيفة تعبئة أيضا كان هناك اتفاق على الموعيد موعيد النزول أحيانا خطط التحرك نسبيا يعني التجمهر في أماكن معينة في شوارع معينة تؤدي مثلا إلى مدن التحريق إلى آخره أيضا من المهم أن هذه الوسائل للتواصل ميزتها أنها تنقل أخبار سريعة جدا وإلى حد ما يستطيع المواطن العادي أن يصبح هو مصدر للخبر يعني كأنه المواطن الصحفي أو المواطن المراسل الذي يستطيع أن يقول مثلا الآن في شارع حبيب برقيبة هناك تظاهرة أو هناك تجمع مثلا مقداره عشرين ألف إنسان وهكذا يعني أصبح الإنسان العادي يستطيع أن يكون خبرا حقيقيا وينقل صورة حقيقية وربما حتى يأخذ مقطع فيسبوك نصف دقيقة أو دقيقة يبث حيا طيب طيب أستاذ نبيل كما تفضل الأستاذ أمجد أنظمة مستبدة منغلقة على نفسها ولكن هل دفع الشبكات التواصل الاجتماعي إلى إعادة حسابات الحكومات العربية في مسألة آليات التعامل مع تقنيات الاتصال الحديثة؟ هذا بلا شك في الفترة الأولى كان هناك أمر واضح أن الحكومات تفاجأت حقيقة بالاستخدام السياسي العنيف والواسع لهذه المنصات من أجل التعبير السياسي عن تطلعاتهم طيب الكلام تفضل فيه أستاذ أمجد مئة في المئة أنا أزيد عليه جانب وثم يعني أعرج على سؤالك الموضوع المهم في موضوع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي أنه هذه تقنيات وجدت في الغرب من الناحية التقنية ولكن نحن خصوصا في المنطقة العربية أو منطقة الشرق أوسط منحناها الطابع السياسي هذه المنصات بدأت في 2007 في 2009 تم استخدامها مباشرة في الاحتجاجات السياسية وهي ثورة أو هنحكي في احتجاجات الحركة الخضراء في إيران ولذلك سميت ثورة تويتر بعد ذلك 2011 أو بعد ذلك بسنتين فقط أو 2010 أو 2011 وجدنا أنفسنا أمام أيضا ثورة الفيسبوك ما يقال عنها في مصر وفي تونس فنحن الشرق أو الشرق الأوسط منحنا هذه المنصات التقنية بالأساس في أجل التواصل التقني من أجل تسهيل التواصل مع الأصدقاء والأقارب منحنا هذه الأدوات التقنية البحثة منحنا هذه الهوية السياسية ولذلك أصبح لها حضور سياسي جدا ورأينا كيف تم استخداما بعد ذلك من حركة اللي هي إكوبايد اللي هي حركة تحتلوا وول ستريت في أمريكا وانتشرت في أسقاع العالم فهذا مهم جدا في البداية كانت الحكومات في الشرق الأوسط الحكومات العربية وحتى الحكومات الأجنبية كانت مذهولة من هذا الاستخدام الواسع والكبير يعني ألم تعلم الحكومات بأن هذه الآلية ستخدم الشعوب العربية لم تكن تعلم بذلك لا ولذلك كان استخدام الرد مباشرة من خلال قطع الإنترنت وليس التعامل معه في البداية كان مباشرة من قطع الإنترنت سواء كان في إيران أو في الدول العربية كان مباشرة يتجهون إلى قطع الإنترنت ولكن لاحظ معي بعد ذلك في 2015-2016 في المظاهرات التي استمرت في الوطن العربي لم يعد هناك قطع الإنترنت لماذا؟ لأن أصبحت حكومات أو تعلمت الدرس لأن هذه المنصات يمكن أن تستخدم أيضا في عملية المراقبة الشاملة عملية الرصد وعملية التحكم ونشر الرواية المضادة اللي هي موضوع التضليل الإعلامي أو التلاعب الإعلامي أنا أسمي التلاعب الإعلامي لأنه مصطلح أكبر لذلك تم استخدام نفس الأداء التي استخدمت من أجل التحرير أو التحرر أو فتح القيود استخدمت نفس الأداء في عملية القمع والمراقبة والتصيد وإشاعة الفوضى والأخبار الكاذبة عطفا ما تفضل به الأستاذ نبيل وأستاذ أمجد هل أن وسائل التواصل الاجتماعي أدت دورا فعال في إزاحة الخوف وبالتالي كسرت الصمت الإعلامي المطبق على الرأي العام؟ من حيث نبدأ لها تأثير إيجابي بكل تأكيد وأنه لا شك أن هناك تحول يحدث في المجتمعات العربية يعني أنا أعتقد هذه الوسائل لم يكن يمكن أن تأخذ هذه الوظيفة السياسية التي تحدث عنها حالا أستاذ نبيل ما لم يكن هذا الجيل إلى حد ما يشعر بقدر من الكرامة لديه مستوى معين من التعليم لديه قدرات معينة في تعلم اللغة الإنجليزية والتقنيات التواصل والعمل على الحاسوب إلى آخره هذه الأشياء أكيد مهارات مطلوبة لكي يستطيع أن يتعامل مع الفيسبوك أو يستطيع أن ينشئ صفحات أو يعني يزود أخبار إلى آخر هذه الأشياء بطبيعة الحال طبعا هذه التقنيات ساعدت على كسر حاجز الخوف إلى حد ما هي ربما لحظة تاريخية يعني هي لحظة تاريخية نتيجة التراكمات حدثت في العالم العربي هناك إهانة حقيقية للإنسان العربي مثلا إحراق محمد بو عزيزي نفسه في تونس أعتقد أنه حدث مهين للإنسان كإنسان يعني أن تكون إنسانا متعلما خريج كلية كيمياء أو علوم طبيعية أو شيء من هذا النوع ولا تجد عملا وأن تنهرك موظفة عادية وتضربك في الشارع وتهينك وتمنعك من أن تأكل رزقك ورغم أنك متعلم وجامع وربما أكثر تعليما من الذي يهينك هذا بالتأكيد يعني حرك مشاعر كرامة إنسانية أو مشاعر يعني أهمية السعي للضغط للحصول على بعض الحقوق من هذه النظم المستبتلة هل يعني الوقت القادم أو عندما كان الفيسبوك والتويتر هل نتوقع بأنه أن الحكومة ستبث فقط أخبار هي التي تريد أن توصلها فقط إلى الجماهير هل سنشد هذا في المستقبل أستاذ أمجد أنا في ظني أنه دائما الثورات تجلي نفسها طريقا خاصا بمعنى أنه حتى لو افترضنا أنه سيحدث التقييد الإعلامي أو التضليل الإعلامي كما تحدث النبي أعتقد أنه الأجيال الجديدة ستكتشف طرقا أخرى للتعبئة والحاشد ربما يعني لا نعرفها الآن يعني ربما منصات أخرى أدوات أخرى ربما يكون هناك شبكات اجتماعية أو أحزاب سياسية أو قوة تحاول أن توجد طريقة يعني مثلا أنا الآن أشاهد مثلا التفاعل الذي يحدث في الخرطوم مثلا والمظاهرات الملونية رغم المناسبة للإنترنت مقطوعة فالسؤال هو كيف يحشدون هذه الأعداد وكيف ينقلون الأنباء والأخبار ويذهبون إلى ناحية القصر الرئاسي بمعنى آخر هناك وسيلة ما للتعبئة ربما ليست هي الإنترنت أنا لا أدري ما هي بالضبط لكن أحيانا عندما يصل الناس إلى مستوى معين من القمع والانفجار بالتأكيد أنهم سيصلون إلى مخرج يعني بقولك أترك للقط منفسا لأنه في لحظة من اللحظات سيفلت سيفلت صحيح طيب أستاذ نبيل تعتقد هل كانت وسائل التواصل الاجتماعي هي العامل الحاسم والأبرز في إنجاح الثورات العربية أم أن هناك عوامل أخرى ساعد الشبكات التواصل كان لها دور كبير نعم بكل تأكيد لكن هل هي الدورة الوحيد أو الحاسم في إنجاح الثورات العربية العربية لأنه حقيقة الحكم على ثورات إنها ناجحة أم لا هذا حكم يعني ما زال مبكر نحن نتكلم عن ثورات صلحة تقريبا عشر سنوات نحن ممكن نحكم على الثورة الفرنسية إذا كانت ناجحة أم لا هذه الحدثة قبل 200 عام لكن الثورات العربية العربية ما زالت مستمرة الدليل على ذلك الخطوم ما زالت مستمرة قبل أشهر كانت جزائر وكانت لبنان العراق أيضا العراق إلى الآن ينتفض يعني أنا مهتم بالشأن العراقي كما أخبرتك خارج الهواونا والعراق البلد العربي الوحيد الذي بدأ الانتفاضة في الشارع قبل الربيع العربي وما زال مستمر حتى بعد ما يسمى بالربيع العربي اللي هي نحكي الذروة طبعا النصات التواصل الشميع لها دور كبير جدا خصوصا في موضوع كسر هنحكي الاستحواذ على الإعلام الرسمي من قبل الحكومات الوصول من خلال الانتشار الأفقي لذلك هناك استخدام لشيء يسمى الأفوردنس في هذه الشبكات هي موضوع أنه هي شبكات لا مركزية وشبكات انتشار أفقي وبسموها الليدرلس هي شبكات ليست لها قيادة ولذلك هناك انتشار كبير في إيصال المعلومة وإيصال الخبر رغم قطع الانترنت وهذا موضوع مهم جدا مثلا موضوع قطع الانترنت فعلا لو يأثل أنه يستطيع مثلا في كوريا الشمالية عفوا نسبة الوصول الانترنت إلى كوريا الشمالية 2% فقط لا غير الاستطاعة هنحكي الناشطين هناك في كوريا الجنوبية ييصال الانترنت عن طريق البالونات يعني كوريا الجنوبية وصلت الانترنت لكوريا الشمالية عن طريق البالونات موضوع الVPN على سبيل المثالي استطيع الناشطين أن يصلوا إلى انترنت من خلال هذا الموضوع الآن الهكرز الدولي أو العالمي في مجموعات هكرز عالمية تستطيع الآن أن تجد منافذ لهؤلاء الناشطين في الدول من أجل الوصول الانترنت ونشر البيانات والمعلومات بمعنى آخر أن هذه الشبكات والانترنت بشكل عام وليست فقط شبكات التواصل الاجتماعي استطاعت من خلال بنيتها الرقمية تحدي السلطة السياسية للدول سواء كان في العالم عربي أو في غيره من العوالم وإيصال المعلوم الأكبر قدر ممكن من الناس وهذا هو العنصر الأساسي لأنه في الثورات فيه إشي يسموه الكريتيكال بوينت اللي هي النقطة الأساسية إذا وصلت لا يمكن إطلاقا أن تصدها أي قوة عسكري أمي ولاحظ معي في مصر في مصر كان في انتشار كبير لهاشتاغات تدعو إلى الخروج في العراق مثلا نازل أخذ حقي على سبيل المثال تنتشر حتى تصل إلى قدر معين من الوصول وكي يحدث هذا الانفجار حتى أصبح الشعار وأيقونة الثورة في العراق وهذا هو الفكرة في موضوع الوعي تشكيل الوعي أصبح الهاشتاغ عنصر مهم جدا والآن أنت بتروع على تويتر إذا أردت فقط أن تعرف ما الذي يجري في بلد معين من نقاش بتفوت على تويتر بتكتب إيش الهاشتاغ أول ثلاث هاشتاغات هي هذا الرأي العام فأنت بتشكل تصورك عن هذا البلد من خلال الهاشتاغات المنشورة أنا أعتقد أنه كان لها دور حاسم لكن ليس دور الوحيد موضوع الظلم الاجتماعي القهر الشعور بالظلم عدم المساواة عدم الشباب لا يجد نفسه في دولته كل هذه العوامل هي التي أدت إلى خروج الناس إلى الشرع أختم معك في شغل واحد وهي مهمة جدا علينا أن لا ننساها في الحديث عن تواصل الاجتماعي والمنصات تواصل الاجتماعي أن هذه المنصات استطاعت أن تعمل نوع من الإدماج ما بين الفضاء الرقمي والفضاء العام في العراق على سبيل المثال وهذا ملاحظة كتير حلوة يعني ما شوفت حقيقة في دول أخرى في مصر كانت السوشال ميديا هي التي دعت الناس إلى الخروج إلى الشوارع في العراق صار العكس العراق الناس نزلت على الشوارع فشافت الناس بعضها بشوفوا الأخبار عن طريق المنصات التواصل الاجتماعي فصاروا سأل بعض أنت كيف تشوف الأخبار فقالوا أنه هناك في إنترنت وفي سوشال ميديا وفي فيسبوك فصاروا تعرفوا على السوشال ميديا وفيسبوك من خلال المظاهرات والشارع فكانت عميلي مقلوبة في العراق مقلوبة نعم لهذاك حكيت إن إدماج فهذه المنصات الرقمية استطاعت أن تدمج الفضاء العام والفضاء العام استطاع أن يرفض هذه المنصات فحدث هذا الفيضان الجارف في الشوارع وفي المنصات التواصل الاجتماعي وحققت ما حققت سيد أمجد هل أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في صناعة وعي وطني وقومي متقدم لدى كل الشعوب العربية تعتقد ذلك؟ أنا أعتقد أنها رفعت سوية الوعي قليلا لكن المسألة يعني إنشاء وعي أو صناعة وعي أعتقد أنها تحتاج إلى عوام المركبة أكثر يعني هذه مسألة تتعلق بالذاكرة الجمعية تتعلق بالهوية تتعلق بنظم والسياسات التي تعرضت لها هذا البلد يعني مثلا إذا كان البلد تعرض لاستعمار إنجليزي قد يكون وضع مختلفا عن الاستعمار الفرنسي لاختلاف السياسات الثقافية إلى آخرية لكن على كل حال مسألة تشكل وعي تعتمد على عملية تاريخية نسبيا تحتاج إلى وقت طويل نسبيا أريد أن أخذ من كلام الأستنبيل نقطة وأبدأ أبني عليها شيئا وهو يتحدث عن يعني آليات الفعل الاجتماعي أو التحرك الاجتماعي أنا تذكرت انتفاة السمعة وتمانين اللي جزء منها كانت في فلسطين محتلة طبعا جزء منها إنشاء لجان شعبية تقوم بمهام الدعاية والإعلام ورعاية الأسرة ويعني تزويد الطعام إلى آخره والتموين والإعلان عن الإضرابات والحضر والإغلاقات الجزئية أو الكاملة إلى آخره اللي هي جزئيا يعني وظيفة تشبه وظيفة وسائل التواصل الاجتماعي لذلك أنا سأقول أن العنصر البشري هو الأساس في اكتشاف الأداء المؤثرة في هذه اللحظة يعني ربما في 2011 كانت الفيسبوك هي المؤثرة جدا ربما لا نعلم بعد ذلك قد تكتشف أداء أخرى تكون مؤثرة أكثر من هذه الأداء وبالتالي نتحدث عن شيء جديد يبدعه العقل البشري أنا في اعتقادي أن شعوبا مقهورة لفترة طويلة بالتأكيد ستصل إلى مرحلة تبحث فيها عن وسائل جديدة خصوصا أنها تطالب بمطالب نسبيا بسيطة ليست مطالب هائلة المواطن العربي لا يطلب مليون دولار وعشر شقاق إلى آخر يعني هو يطلب حياة كريمة فقط تتناسب مع تعليمه تتناسب مع وضعه الاجتماعي إلى آخره طيب أستاذ مبيل هل نستطيع القول أن وسائل التواصل الاجتماعي يعني أضحت إعلاما بديلا يمارس عمليات النقد للسلطة وأيضا ممارساتها وبالتالي إطلاق أفكار وأساليب وطرق جديدة للتفاعل مع القضايا العربية أنا أعترض على كلمة بديل لأنه إحنا ما زلنا نعتمد على الإعلام التقليدي هذا صحي تعبير أو الإعلام الجماهيري اللي هي الفضائيات اللي إحنا جلسين الآن على فضائية والناس عم بيشوفونا لا إحنا هذا الإعلام لم يصبح ماضيا الإعلام الورقي أوكي هو انتقل إلى إلكتروني لكن ما زال كما هو يعني أنت الآن تقرأ مثلا في الواشنطن بوست هي نفس اللي كانت تقرأها قبل عشر سنين على الورقي الآن هي نفس اللي تقرأها إلكتروني هي فقط يعني اختلف الميدياشن أو الوسيط لكن هي نفسها كصحافي فأعتقد أنه إحنا لا نتحدث عن استبدال نتكلم عن ردف فالمناصة التوصل الاجتماع هي رديف للمناصات الجماهرية إحنا بنلاحظ هذا الكلام كان بشكل واضح مثلا في بداية الثواتر الربيع العربي لما صار في نوع من التعاضد بين هذه الوسائل والجزيرة على سبيل المثال يعني كلنا سكاحتها لتحاجة الجزيرة لكن الجزيرة كانت تبث من من؟ ماذا كانت تبث؟ كانت تبث الفيديوهات التي كان يرسلها الناشطين عن طريق خلوياتهم المحمولة فهذا النوع هو التكامل الردف بين المنصات ولذلك أعتقد أنه إحنا هذا الكلام رح نشوفه من هون لأقل شيء كمان عشر سنوات في نوع من التعاضد بين المنصات ولكن إذا صح التعبير نعم المنصات التوصل الاجتماعي أو هذا الإعلام الجديد إذا صح التعبير هو فعلا أداة أسهل بكثير وأرحب بكثير في الانتقاذ من الوسائل الإعلام التقليدية من وسائل الإعلام التقليدية ما زالت تتبع أسلوب الأفقي نعم ولذلك في أجندة تتبنى هذه المؤسسات الإعلام الرقمي لا الإعلام الرقمي لأنه بنيت لا مركزي وأفقي فهو لا يتبنى الأجندات ولذلك أي إنسان إذا استطاع أن يسأل إذا هذه المنصة يستطيع أن يعبر فيها عن رأيه ولذلك يسمونها أنها منصات أعطت صوتا لمن لا صوتا لهم الكل أصبح يعبر زمان بتذكر أستاذ مجد بزوحنا أيامنا وأستاذ محمد نحن متذكر أيام قبل عشرين سنة عندما نكتب مقال كنا نموت لنلاقي مرصة تنشر هذا المقال الآن أنت مش محتاج لهذا الشيء عمل فقط صفحة على الفيسبوك وتنزل فيها مقالات كذلك ويجيك متابعين وقرة أكثر من الصحافة العادية على سبيل المثال فأعطت صوتا لمن لا صوتا وأصبحت أنت قادر أكثر على انتقاد الطرف الآخر سواء كان حكومة أو غير حكومة طيب أستاذ أمجد عطفا على ما تفضل به أستاذ نبيل إلى أي مدى ساهم الشبكات التواصل الاجتماعي في تكوين الوعي الجمعي عند الشعوب العربية أنا أعتقد أنها في بدايتها على الأقل خلقت حالة من الوعي العام يعني عطفا على ما قاله أيدوز نبيل يعني بعض أدوات المتظاهرين التونسيين نقلت إلى المتظاهرين المصريين يعني مثلا اختراع أنه البيبسي يعالج تأثير الغاز المسائل للدموع يعني سواء على العينين أو على الوجه بحيث لا يحدث اختناق أو لا يحدث يعني الواحد يعني يسقط أو يعني يدمع كثيرا فهذه الأشياء في بداية الثورات فعليا انتقلت بسرعة بين هذه الشعوب المنتفضة الخمس شعوب في بدايتها الأمر الآخر المهم أنا في اعتقادي أنها أحيت يعني شعورا جماعيا عربيا مع ذلك خلينا أقول أننا أتحدث بشكل نسبي يعني لا أتحدث بشكل مطلق يعني إذا جاز القول للعروبة قبل الثورات العربية أسوأ حالا مما هي بعد الثورات العربية الآن مثلا أنا كمواطن فلسطيني أتابع الشأن السوداني باهتمام وأتابع الشأن العراقي باهتمام وأعتقد أن الشأن التونسي يؤثر علي وأعتقد أن الشأن السوري سيؤثر علي في وقت من الأوقات فلذلك هناك حالة من التضامن على الأقل الشعبية إذا لم يكن لدى النخب مثلا فهي موجودة بشكل من الأشكال طبعا على المدى الطويل يعني ربما نأمل أن تكون هناك شبكات اجتماعية عربية يعني بحيث مثلا يتم تداول فيها أخبار أو أشياء تهم المتابعين أو تهم مثلا الحريصين على أن يحدث شيء من التحول الديمقراطي أو شيء من الحريات أو شيء من التقدم الاقتصادي في هذه المنطقة طيب أستاذ نبيل هل أثبتت مواقع التواصل الاجتماعي أن القضية العربية هي قضية واحدة تهم كل الشعوب أم أن كل قطر كان يعني لا يهتم بالأحداث التي تجري في القطر الثاني لا أعتقد أنه خلقت هذا النوع من الوحدة الرقمية أو الانسجام مثلا الانسجام أو الوحدة الرقمية في العالم العربي لذلك رأينا أن الناشطين العرب أصبحوا أصلا قبل الربيع العربي كانوا الناشطين العرب اللي هم الديجيتال أكتيفست اللي هم ناشطين الرقمية العرب كانوا يجتمعون والتقون في ملتقيات عامة تحدث في لبنان في مصر في الأردن بشكل كبير جدا فشكلوا هذا نوع من الوحدة العربية الرقمية بينهم حتى قبل الربيع العربي في الربيع العربي لما صار هذه التعبير الشبكات استطاعت فعلا أن تخدم عملية الانتشار انتشار المعلومة وانتشار الصورة وانتشار الفكرة في كل أرجاء الوطن العربي هذا الانتقال السريع وكسر الاحتكار الرسمي للمعلومة وانتشار المعلومة أعطي نوع فعلا من الانسجام العربي وإذا كنا نتابع اللي بصير في تونس واللي بصير في مصر ولاحقا نصاف العراق كأنه احنا جلسين مع الناس تماما واستطاعنا الآن وهذا الأول مرة أنه احنا نبادر في المساهمة حتى عن بعد زمان كنا نشوف مثلا فيه قصف على فلسطين فيه قصف على العراق مثلا أنا شو بنا نسوي شو نعمل شو بيدنا أنا مواطن عادي أنا شو بدي أسوي بس هلا أنت في هاي الأداة لما تعمل هاشتاغ لما تعمل ريتويت لما تعمل مثلا غروب وتنشر عليه الصور إذا أنت أصبحت تمارس العمل الاحتجاجي بشكل مباشر مع الناس المحتجين على الأرض مثلا على سبيل المثال وهذا مهم جدا إذا كان الفيسبوك على سبيل المثال في 2011 هو المنصة الرئيسية في نشر الصورة ما كانش لسه بإنستجرام كان تويتر شغال على موضوع الدعم اللوجستي بمعنى آخر إذا أنت سويت أكاونت وكتبت عليه هاشتاغ أنه والله لجعل الخير نحن بدنا نتبرع في الدعم في النقطة الفلانية تلاقي هذا الرتويت صار بشكل كبير جدا وصار الناس يجي وتتبرع وكذا فأنا قصد أنه هذا الشيء خدمك وانت جالس في مكانك لذلك طلعت عنا فرضية أخرى أنه هل منصات تواصل الاجتماعي فعلا تخدم الاحتجاج على الأرض أم تثبت تثبت الاحتجاج على الأرض لأنك انت جالس بيتك تحتاج وانت جالس بيتك هذه نظرية أعتقد ما زالت لم نصل فيها إلى القول الفصل عنا ناس يدعموا هذا الفرضية وعنا ناس ضد هذه الفرضية ولكن أعتقد أنه منصات تواصل الاجتماعي استطاعت أنه فعلا تخليني أنا أشعر بالشب العراقي اللي جالس في ميدان تحرير أو على جبل أحد أشعروا أني أنا معه روح منه أنا بعيد عنه ألاف الأمياد بحكم أنه أنا قادر أني أتواصل معه بشكل مباشر وأنا جزء كبير جدا من ناشطين العراقين تعرفت عنهم عن طريق التويتر نعم عن طريق الفيسبوك وأصبحنا أصدقاء ولما يجوا على إسطنبول نلتقي فيهم ممكن أننا نصنعنا ملتقين مئة سنة تمام فإن قصد هذا كله كسر الحواجز القطرية اللي صناحها الاستعمار السابقة وأصبحنا نتعامل بنوع من الوحدة الرقمية إذا صح تعمل العربية أعتقد أنه هذا تحتاج ووقت لحتى تترجم على الأرض الآن لاحظوا أننا نعيشون مثلا في بلد زي إسطنبول أو في تركيا كم عدد الناشطين من كل الدول العربية هذا خلق نوع من إيش؟ من الوحدة وإن كانت بالمهجر ولكن خلق نوع من الوحدة بين هؤلاء الناشطين هم فاعلين رئيسيين في مجتمعاتهم أذابت الحدود الوسائل التواصل بشكل كبير جدا أستاذ أمجد يعني إذا ما تحدثنا عن النجاحات هل نجحت وسائل التواصل الاجتماعي في موضوع فرض عامل الضغط على المسؤولين والحكومات من خلال اتحاد مجموعة من الأفراد كما تفضل أستاذ نبيل حول أفكار وأراء متماثلة هل نجحت في ذلك؟ هو يمكن توصيف النجاح بأنه نسبي بطبيعة الحال يعني يلاحظ أنه يعني في النهاية النظم العربية ليست نظما منفتحة هي في النهاية نظم سياسية مارست الحكم لفترات طويلة جدا وكسبت خبرات حقيقية في كيفية القضاء على ثورات أو التعاون مع الاحتجاجات إلى آخره يعني حتى عندما تصل إلى النقطة تعتقد فيها أننا على أعتاب تغيير كبير يعني مثلا عندما حصل استورة 25 يناير كثيرون اعتقدوا أننا ربما على أعتاب مرحلة إذا جاز القول تحررية أو ثورية في العالم العربي بعد ذلك اكتشفنا أن النظم الاستبدادية أيضا لديها الأدوات التي تعلمتها وبالمناسبة بعضهم يقلد العقيدة الأمنية الإسرائيلية في كيفية التعامل مع الظواهر الاحتجاجية واحتواءها حتى لا تتوسع وقمعها بأقس الأسليب في بداياتها حتى لا تصل إلى مرحلة اللاعودة فطبعا هم تعلموا بعض هذه الخبرات لكن برضو مرة أخرى دعني أؤكد على أن العنصر البشري دائما هو عامل التغيير الأساس يعني إذا دخل جيل جديد إلى الساحة والشباب بإمكانياتهم الحالية قد يحدث فارق لا تتوقعه النظم وبالتالي يحدث نجاح ليس نسبيا يحدث نجاح حقيقي أكثر مما حدث تواصل اجتماعي ضغطت على المسؤولين يعني في اتخاذ قرارات معينة تعتقد ذلك؟ في بعض الأحيان نعم أنا كنت شاهد على موضوع تعيين مصطفى الفقي أمينا عاما من الجامعة العربية وكان رئيس لجهة علاقات خارجية فلد الشعب المصري طبعا كان مقربا كان سكرتير مبارك لفترة طويلة وزفير في فينة إلى آخره وضغط الشارع في التحرير منع تعيين مصطفى الفقي وتم تعيين نبيل العربي أول أمينا عام يعني أول أمينا عام يعتبر بنكهة معتدلة يعني لا أقول ثورية لكنه على الأقل أول ما تعين قال مثلا أنا أشعر بالخجل من حصار غزة يعني هذا كلام جيد من أمينا عام جامعة العربية يعني تفتقد كلام من هذا النوع من مسؤول كبير مثلا زي موقف الرئيس أردوغان في منتدى ديفوس سنة 2009 عندما كانت الحرب جارية على غزة موقفه يعتبر كسر الحاجز الدبلوماسي الذي نقشاه لنعتقد أنه لا توجد دولة عربية أو إسلامية تصدر أن تتحدث عن فلسطين أو تتحدث عن العراق أو تتحدث عن اليمن فأن يوجد شخص أو وسيلة اجتماعية أو شيء من هذا النوع توجه انتقادات للمسؤولين يمكن أن تفرض عليهم نعم بعض التنازلات في تأثير نعم حدث أستاذ نبيل هل أثرت وسائل التواصل في إثراء المجتمعات العربية فكرين وسياسياً؟ وبالتالي تصاعد الوعي بالحقوق والواجبات والتطلعات إلى التحول السياسي والديمقراطي بعد عقود طويلة من الاستبداد السياسي؟ سيد محمد أنا للآن كنت ماخذ اللهجة الإيجابية أتكلم معك بإيجابية الآن أنت نقلتني لاتجاه الآخر لاتجاه المعاكس في هذا السؤال لا نحن نعيش بعصر للأسف طبعا اسم عصر التفاهة أو عصر التشتت هناك شيء مهم في منصات التواصل الاجتماعي نشهد تطور في المنصات كنا نتحدث عن فيسبوك خاصة في الوطن العربي تويتر نوعاً ما في ذلك الوقت كانت نوعاً ما النخبوية تستطيع أن تحصل منه معلومة مفيدة يعني رحنا للتك توك والإنستجرام وهذه المنصات التي نشرت أكثر وأكثر هي المحتوى التافي هذا من ناحية من ناحية أنه نسبة المحتوى التافي للمحتوى الجيد في منصات التواصل الاجتماعي أعتقد الآن نسبة سبعين ثلاثين هاي واحد اثنين سبعين ثلاثين لمن المنصات يعني نوعاً لا جيد وهذا طبعاً نسبة شوي قديمة أعتقد الآن هتختلف هاي واحد اثنين مسبة اللذي ينشر على الانترنت خصوصاً على المنصات التواصل الاجتماعي أغلبها ترولز اللي هي ما يسمى عربياً يعني هو عبارة عن كونتنت منتج عن طريق روبوتات الكترونية تمام بالإضافة أنه غالبية ما ينشر عن طريق هذه الروبوتات الكترونية هي عبارة عن فيك نيوز فلذلك أنت جالس أمام منصات بالضخ بشكل يومي مئات المليارات من المسيجات هي عبارة عن مسيجات كاذبة أو محتواها سطحي وغير صحيح لذلك أعتقد أنه هذه المنصات أصبحت تبني لدينا هاي الثقافة الضحلة وتشتت انتباهنا عن الشغلات المهمة وأعتقد أنه أنا بنصحك إذا لم أحضرت وهذا أمجد اللي هو الفيلم اللي ننزل عنه تفليكسمه Don't Lock Up بتكلم عن هاي الفكرة نعم أنه كيف الكوكب يتعرض إلى يعني خطر يعني ماحق أوكي على مستوى البشرية والناس بتفكر بلون الغرافة وشو اللبس الرئيس وشو اللبس اللي فلان فأنا أعتقد أنه هذه المنصات عم بتاخد انتباهنا لذلك بسموه عصر التشتت عم بتاخد انتباهنا من القضايا المركزية أوكي لقضايا إيش ثانوية وتشغلنا فيها وهذا اللي بيشتغلوا عليه الحكومات احنا ليش نوقف الفيسبوك ليش نقطع الانترنت بيستخدم هذه المنصات لتشتيت الانتباه وأخذ هذا الجمهور إلى إيش إلى طريق أخرى يلتهوا فيها بعيد عن إيش القضايا الجوهرية وهذا ما يتم تطبيقه حاليا أستاذ نبيل هناك عدم ثقة في أخذ الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي ما الذي أوصلنا إلى هذه الحالة أوصلنا إلى هذه الحالة مثل الضباب الإلكتروني اللي هي نشر الحملات التضليل والفيك نيوز الفيك نيوز ليس أمرا عاديا أستاذ محمد نحن نتكلم عن عصر يسمى عصر ما بعد الحقيقة بوست تروث ايج فلذلك طبعا هاي كلمة بوست تروث هي أكثر كلمة انتشرت عام 2016 بعد انتخاب ترامب والبريكزيت وتم إدراجها رسميا في إكسفورد اللي هو قموز إكسفورد لنحن نتعيش في عصر ما بعد الحقيقة انت مش فاهم اللي أمامك هذا أمر صحيح ولا مش صحيح بالضبط يعني على سبيل المثال في بلدي في بريطانيا دائما تصوت لليسار بشكل مطلق في البريكزيت صوتت لليمين لأنه كان هناك حملات تضليل إعلامي ضد هذه الشريحة الانتخابية بناء على أنه البقاء في الاتحاد الأوروبي سوف يفتح بواب بريطانيا للمهاجرين الأتراك على الأرض لا يوجد مهاجر تركي هناك لا يوجد مهاجر تركي ولكن أصبح هناك انطباع عند هؤلاء الناس في هذيك البلد اللي تاريخيا بتصوت مع اليسار أنه والله لازم نصوت ضد ضد البقاء في تحت الأوروبي لأنه راح يغزون الأتراك والمهاجرين وما إلى ذلك مع أنه ليس هناك تركي مهاجر في هذيك البلد يعيش إطلاقت لكن أصبحت شكلت يش هذا الوعي الكاذب عند هؤلاء الناس أعتقد أنه هذه إشكاليتنا الكبيرة الآن مع مناصل التواصل الاجتماعي لا أدري كيف يمكن حلها موضوعك أكبر كثير من نقاش في حلقة واحدة لأنه يعجز الكثير عن إيجاد حل مباشر لهذا الموضوع لكن أعتقد أنه نحن دخلنا مرحلة خطيرة جدا 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 بطريقة يعني مرعبة في موضوع الامتباه إلى يعني المخاطر التي نتعرض لها ولاحظ قديش كان في حملات تضليل إعلامي في موضوع كورونا موضوع الفاكسين إلى الآن الناس ترفض أخذ الفاكسين بناء أنه هالفاكسين ممكن يسبب مثلا حسية ممكن أنه هذا الفاكسين عبر عن ماء 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 ويضخوها في أيساننا لهاي الدرجة ولذلك لاحظ أنه تقريبا 40% أو 45% من الناس رافض يأخذ الفاكسين تخيل نعم في هذا الإطار أشكالي كبير أستاذ أمجد بعد تجربة التواصل الاجتماعي هل يمكن القول أن الشعوب هي مصدر الشرعية السياسية تمنحها لمن تشاء وتنتزعها ممن لا يستحقها أنا في اعتقاد أنه يعني بالتراكم وعي الشعوب يتحسن وفي التحقيق الأخير الشعب هو مصدر الشرعية فعلا لكن هي المشكلة مرة أخرى عندما تخضع لتجارب استبدادية طويلة الناس وعيها يتغير والتضليل إعلامي يزيد والأخبار الكاذبة يتزيد فلذلك ربما تحتاج إلى جهد أكبر حتى تعيد الناس إلى السوية أو التفكير الطبيعي والتقليدي لكن أنا بشكل عام أعتقد أنه يعني في العالم العربي في اعتقادي أنه مستوى الوعي السياسي أو مستوى الوعي الثقافي يتحسن بالطراد أكثر من هذا الناس لديها رغبة كثير من الناس يعني يندفعون نحو الساحات السياسية يعني أنا يعني بعد الثورات العربية ألاحظ أنه الناشطين السياسيين أصبحوا أكثر أكثر من السياسيين نفسهم ربما هذه سلبية لو إيجابية يعني لها إيجابيات ولها سلبية يعني أعتقد أنه المفهوض أنه أغلب الناشطين السياسيين سيقومون بعملية رفع للوعي للمحيط الذي يتواجدون فيه أسرهم معارفهم إلى آخره في التحيل الأخير هذه الثورات أعتقد أنها تشكل عاملا إيجابيا في بناء وعي لكن مع ذلك المسألة تخضع لمراحل وتخضع لتدرج يعني والإنسان دائما يحتاج إلى وقت حتى يغير قناعات خصوصا مثلا يعني بعض بعض الشخصيات لها إذا جاز القول كارزمة تاريخية مثلا كيف ستنزع من عقل أناس كثيرين أن جمال عبد الناصر كان مناضلا وكان قادر أن يفعل الكثير ولم يفعل يعني حتى أنا داخل أسرتي لا أستطيع أن أبث الفكرة بشكل واضح بهذه الصورة أنا في اعتقادي أنه المستبد لا يستطيع أصلا أن يحر الوطن المستبد هو الذي يأتي بالاحتلال يعني جمال عبد الناصر هو الذي في رأيي الذي مكن الدور الإسرائيلي وكان بإمكانه أن يفعل الكثير لكنه المشكلة في طريقة التفكير المستبد في أنه يلغي الأحزاب السياسية يعني يعمم ما يشبه التجربة الاشتراكية التي ليس فيها رأي آخر إلا رأي الأخ الكبير هو الذي يقول الرواية الصحيحة والباقون عبارة عن متأمرين ويعني أعضاء من الخارج يحاولون قلب النظام إلى آخر هذا الكلام الذين يتأمرون عن نظام الحكم الوطني الشريف الذي يحاول أن ينهض البلد في كل أحوال الوعي يحتاج إلى بعض التدرج يحتاج إلى المرور المراحل الانتقالية الحوادث المتكررة أمامنا أعتقد أنها ترفع سوية الوعي بالتدرج أستاذ نبيل هل نجحت الحكومات المستبدة في تقييد وخنق وسائل التواصل الاجتماعي تعتقد ذلك بعد تجربة ثورات الربيع العربي طبعا يعني خنقها لا أعتقد ذلك كما قلت أصبحت هذه المنصات يعني عبارة عن يعني ممكن نحكي عبارة عن خزان لا ينضم من المعلومات طيب تستفيد من هذه الحكومات يعني الأجهزة الأمنية والمخابرات على سبيل المثال هي يعني رأس مالها المعلومات عندك منصات هي لم تصنعها هي صنعت وكلفت مئات المليارات يعني جاءتها على طبق من ذهب مجانا يعني نحن نسبة ما نعرضه من معلومات يوميا أنا وياك الشخص العادي من خمس ألاف إلى سبع ألاف معلومة يوميا أنت تنتج من ست خمسة إلى سبع ألاف معلومة أنت تقدمها مجانا للطرف الآخر سواء كان للشركات المعلوماتية تستفيد من هذه المعلومات من أجل استخدامها في الإعلانات التجارية ويتحصل يعني أرباح حائلة أو بتتقدم للحكومات والأجهزة الأمنية الاستفادة منها في عملياتها الأمنية لذلك أعتقد أنه موضوع الخنق هي لا تشتغل على خنقها أصلا يعني هي في العكس هي معنية بإيش باستمرارها لكن لا بأس بإيش بيوضع بعض إيش المعايير للضبط لذلك مثلا في بعض الدول العربية هناك قوانين مثلا الإلكترونية أصبحت مثلا تعامل الحساب على الفيسبوك إذا وصل عدد متابعينه إلى خمس ألاف مثل مثله مثل الوسيلة إعلامية الرسمية فيخضع ولكن أستاذ مبيل هناك بعض الأنظمة الاستفادادية يعني تحاسب على اللايك هذا اللي أحكي فيه هذا اللي أحكي فيه أنه أصبح هذا فكرتي أنه أنا خليه يعمل اللايك خليه ينشر حتى أتعرف على إيش ما لا يريد طبعا في بعض الدول العربية هناك ناس انحكموا عشر سنوات على تويته على تغريدة واحدة وفي هناك أمثلة كثيرة جدا يعني لا يوجد الآن مجال لسردها لكن هذا اللي أحكيه لكن لم توقف هذه المنصة في العكس هي استطاعت أن تعمل منصات التواصل مثل الإمارات مثلا عملت منصات تواصل خاصة تلفوني يعني من أجل التسهيل التواصل بين الناس فأنا قصدي أنه لا هي لا تسعى لخنقها لخنق المنصات بشكل مباشر ولكن في حطين مستوى معين إذا تجاوزوا إحنا رح نتحرك ورحنا نتدخل فموضوع هذه حالة صحية طبعا حالة غير صحية هي تعبر عن موضوع علاقة بمحاولة هذه الحكومات يعني التضييق على حرية الرأي وبالمناسبة هي ليست فقط يعني نستطيع القول أن الضوابط هي تقييد للحريات هي تقييد بالمجمل بالمطلق طبعا هي تضييق بكل تأكيد لكن هي عبارة عن ضبط لهذه المنصات وليس مثل ما استخدمت وهي حك يعني 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 القضاء عليها نعم هي فقط ضبطها يعني زي ما خبرتك هناك مثلا قوانين الجرائم الإلكترونية اللي الآن ينتشر في الوطن العربي لتضيق على الناشطين يستخدم هذه التواصل ولكن هي لا تقضي تماما على هذه المنصات لأنه زي ما خبرتك هي عبارة عن خزان هائل من المعلومات تستفيد منه آخر نقطة أو أختم فيها أنه هذا الكلام ليس حكرا على الدول العربية هذا أيضا موجود وموجود في الدول المتقدمة رأسة الولايات المتحدة الأمريكية وملفات سنودين أو فضيحة سنودين هو أثبت ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه المنصات من أجل تجسس على مواطينها من أجل رصد إذا كان هناك احتمال لحدود عملية إرهبية وما إلى ذلك لذلك نتكلم عن هذا الموضوع نتكلم عنه بشكل عام سواء كان في الدول الديمقراطية مثل أمريكا أو في الدول الاستبدادية مثل الدول العربية بعض الدول العربية مشكلها أو غلبيتها وإما دول أخرى مثل الصين وغيرها فأعتقد في هذا الموضوع في موضوع المنصات الواصل الاجتماعي في تقارب كبير جدا بين الحكومات سواء كان مستبدا أو كانت ديمقراطية سيد أمجد تعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي ستستمر في إزعاجها للسلطات وقواها الأمنية وتستمر في أن تكون عاملا مؤرقا للأنظمة الاستبدادية ستستمر في ذلك كما قال السيد نبيل أعتقد أن ضبطها بالكلية مستحيل لكن في التحيل الأخير ما هو عمل الفيسبوك أو وسائل الإنترنت بشكل عام هو عمل شبكي بمعنى أنه لا يوجد يعني قيادة أو رأس يمكن أو نقطة مركزية يمكنها أن تتحكم في بقية الأطراف لكن رغم ذلك طبعا هي تشكل بمعنى من المعاني إزعاج للسلطات بمعنى من المعاني هي إزعاج للسلطات لكن هي من ناحية أخرى كما قال السيد نبيل هي أيضا مصدر للمعلومات عن المواطنين وعن أفكارهم وعن تحركاتهم إلى آخره فلذلك هناك مصلحة في تقييدها لكن أيضا هناك مصلحة في إبقائها بصورة من الصور وخذ لي أن أؤكد مرة أخرى على فكرة أنه يعني كل هذه المنصات يمكن إساءة استخدامها يعني مثلا الفضيحة الأخيرة الموضوع في فيسبوك اللي أثرته الموظفة السابقة فرانسيس هوغن اللي تحدثت فيه يعني أنه فيسبوك تضع اعتبارات ربحية ومالية وتقدمها على مصلحة حتى المراهقات الأمريكيات يعني معنى آخر إمكانية استخدام الوسيلة بعدة طرق جيدة أو سيئة واردة فضيحة أيضا كامبرج أنالتكا الحصول على معلومات مواطنين بعينهم لتغيير أراءهم أو التصويتية في انتخابات الواتحة الأمريكية عام 2016 والتي أنا أعتقد أنه لو لم يحدث اختراق لهذه الانتخابات لما كان فاز الرئيس ترامب أنا بالفعل كنت أعرف خبراء أمريكيين عاشوا في أمريكا أكثر من 30 عاما ولم يتوقعوا نهائيا أن يفوز الرئيس ترامب وترامب هزم استطلاعات الرأي لم يكن هناك استطلاع رأي واحد يقول أنه سوف يفوز بالانتخابات ورغم ذلك ربما دخلوا على بريد الإلكتروني أو عملوا حملات تشويه لصورتها أو لا أدري كيف لكن في النهاية الذي رأينا هناك دور روسي على ما أظن هناك دور إماراتي على ما أظن أيضا في هذا الموضوع وربما هناك أدوار لدول أخرى تكون أقل أهمية في حدوث هذه المسائل أستاذ نبيل تعتقد أن هناك آثار سلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على الحياة السياسية آثار سلبية موجودة بكل تأكيد موضوع الأخبار الكاذبة وحملات التضليل والتلاعب الإعلامي كلها عبارة عن آثار سلبية تؤثر على الحياة السياسية بالإضافة أيضا استخدام هذه المنصات للاغتيال الرقمي إذا صح التعبير في العراق كان واضح جدا وهذا الشيء أنا أكتب عنه قبل ما يتم إغتيال ناشط أو اعتقاله أو تضييق عليه أو إرهابه على الأرض يتم إسقاطه رقميا هذا عميل مخابرات أجنبية عميل السفرات أو الجوكرية أنا أدر مني في هذه المصطلحات العراقية يتم إسقاطه إلكترونيا قبل ما يتم إغتياله على الأرض أو تضييق عليه أو اعتقاله لذلك نعم هناك فعلا آثار سلبية منصة السؤال الاجتماعي ولكن بالأخير والسؤال محمد هذه التقنية هي تقنية تكنولوجية بمعنى آخر أنه ليس هنا ودائما التقنية الإلكترونية هي عبارة عن نيوترل محايدة أوكي التقنية عبارة عن وسيلة محايدة مثل التلفزيون تستخدم وإنت تحضر شيء مفيد وإنت تحضر شيء غير مفيد أوكي فلذلك هذه المنصات الرقمية هي أدوات محايدة محايدة يتم استخدامها من أطراف لتنفيذ مصالحهم أوكي وأهدافهم لذلك ما زالنا ناشطين السياسيين يستخدمون المنصات ذاتها أوكي من أجل نشر معلوماتهم من أجل التحشيد من أجل الانتشار وما زال أيضا الطرف الآخر أوكي يستخدم ذات المنصات من أجل عمل أيشة كامل ترتاك بقيت لدينا دقيقتين أو دقيقتان أستاذ أمجد كيف يمكن المحافظة على وسائل التواصل الاجتماعي بدقيقة لو سمحتم وبالتالي جعلها أكثر تأثيرا لدى الشعوب العربية بدقيقة لو سمحتم أنا دائما أقول أن الشعوب لديها أدوات وقدرات أن تبتكر أشياء جديدة ربما لا يتوقعها كثيرون أنا سأستشهد بالمثال الفلسطيني ربما أنه الأكثر حضورا في ذهني يعني مثلا جيل الجيل الانتفاضة إسرائيل كان مضى عليه عشرين عاما على احتلال السبعة وستين وخرج لها جيل الانتفاضة ومارس انتفاضة لمدة خمس سنوات أذهلت العالم عملية سيف القدس مؤخرا في مايو الماضي هي أيضا قام بها يعني يعتبر الذين يقاموا بالانتفاضات سواء في إضراب العام في فلسطين في 18-5 أو الدفاع عن مصر الأقصى إلى آخره كل هذول موليد جيل ما بعده أسلو يعني المفروض أستاذ نبيل بدقيقة كيف تكون الوسائل أكثر تأثيرا في المستقبل محور الأمية الرقمية يجب علينا أن نسعى إلى محور الأمية الرقمية في مجتمعاتنا العربية إذا استعنا أن نصل لهذه المرحلة موضوع التوعية الرقمية محور الأمية الرقمية والكودينج يعني نشر الكودينج التشفير والبرمج عن نطاق واسع بحيث أنه يصبح ثقافة مثل مثل ثقافة الكتابة يعني كل واحد يعرف الكتاب لازم يعرف يعمل كودينج ولو بالحد الأدنى إذا استعنا نوصل إلى هذا الحد أعتقد أننا نستقادرين الآن على أن نتعامل مع هذه المنصات بطريقة تخدمنا أكثر وأكثر أنا أشكركم شكرا جزيلا تعبناكم في هذا الجو البارد أحضرناكم إلى هنا ولكن ضيوف عزاء حقيقة وأثريتم هذا الموضوع الأستاذ أمجد جبريل الباحث والمتخصص في شؤون العربية والإقليمية شكرا جزيلا لكم والأستاذ نبيل عودة المتخصص في شؤون الدولية وسياسات الإنترنت شكرا جزيلا أستاذ نبيل وشكر موصول لحضراتكم أعزائي المشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة